بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة المهدى احنا مبارح ابتدنا خط جديد في البرنامج وهو الخط المتعلق بالمعروف بالعشرة الحسنة بالجمال وازاي الجواز يبقى باب كبير من ابواب السعادة النهاردة هنتكلم بقى عن حاجة تانية خالص هنتكلم عن شيء مكمل للكلام عن ازاي نخلي الجواز يخرج احسن ما فيه ما احنا قلنا ان الجواز ده مولود جديد فالجواز كمان ممكن نخرج احلى ما فيه على فكرة ممكن بعض الناس يخرجوا من الجواز اسوأ ما فيه وممكن كتير من الناس يخرجوا من الجواز احلى ما فيه النهاردة بقى نبتدن نتكلم على ايه هي منبقات الطلاق ايه اللي بيخلي الطلاق نسبته تزيد وازاي نقدر نعالجه وازاي نقدر نتعامل معاه وكان نبارح بنرسم خط عشان الانسان يمشي في النور والبركة والمودة والرحمة والنهاردة ازاي ندير الخلاف وندير الازمات ونخرج من المشكلات عشان ما نوصلش لحد الكي اصل الطلاق عندنا زي الكي زي ما حدث النبي صلى الله عليه وسلم قال انما اخر الدواء الكي فاحنا لا نتهاون ابدا بالطلاق صحيح عندنا فكرة اسمها فكرة الطراء الرشيد ودهوت في مرة انتكلم عنه لكن احنا دلوقتي بنحاول نشوفها نعمل ايه عشان نمنع مسببات الطلاق ان تتفاقم وتوصلنا الى الطلاق اه احنا رصدين ان الطلاق زاد من الناس والطلاق لما زاد من الناس مش ده معناه ان الناس ما لهمش زند الطلاق ده خرار وكمان الطلاق ده بيجي بحوافز والطلاق ده شيء حالة في الحقيقة بتكشف عن مشكلة ودايما احنا عندنا قوانين في المشكلات بتقول ان المشكلة ما بين طرفين والمشكلة في العلاقات بيكون مسؤول عنها طرفي العلاق وعشان كده تعالوا نتكلم ونبتدي نبتدي باشهر سبب واشهر منبئ من منبئات الطلاق اشهر شيء شفناه وشفناه بيأثر بشكل شديد جدا 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 في ارتفاع نسب الطلاق هو مفهوم احنا بنحب نكرسه زي ما هو كده اللي هو مفهوم ايه؟ عدم اعتبار الطرف الآخر يعني ايه عدم اعتبار الطرف الآخر؟ احنا بنرجع سنة كده عشان نفهم هذا المعنى بنقول ان الانسان بدأ في الحياة ده فرد فكان كل تركيزه على نفسه يعني ايه كل تركيزه على نفسه؟ كل اهتماماته بيهتم بنفسه من هنا بقت فيه حاجة اسمها التمركز حول الزات التمركز حول الزات ده او الفردانية بتخلينا نتصور ان الانسان في اوائل حياته كده زي الطفل انه هو بيحس لو انه حس انه هو جعان او حس انه هو موجوع يحس ان الدنيا كلها موجوهة وجعان لما بيكبر الانسان بيبتدي يخف تمركزه حول ذاته ويبتدي في العلاقات يشوف حكته للعلاقات مع الناس هنا بقى تبدأ الانسانية تنمو ويبدأ الانسان ينضم فالانسان بيبدأ فرد وينمو يبدأ في انشاء العلاقات ويبدأ مع انشاء العلاقات يتخلى شيئاً فشيئاً عن انانيته ويبقى انسان عايز توافق بين وبين الناس حواليه واهم حد زي ما احنا كرنمنا مبارح هو اللي بيشاركه اكتوى العلاقة في حياته اللي هو الزواج فيكون حريص على التوافق مع شريك حياته وكل ما بينضج كل ما بيحرص على التوافق اذا ده الاساس طيب لما يبقى عندنا عدم اعتبار للطرف الاخر ايه اللي حاصل عدم اعتبار للطرف الاخر يعني ايه ننم في النور ولا ننم في الظلمة لا هو يولى عن نور ومش مهم شريك حياته ويبقى حاسس ان هو لو استجاب لشريك حياته هو كده بيعمل مشكلة يبقى هو اللي يحصل هو عين يمشي ويتصرف بشكل فردي دون النظر يشيك حياته الاساس ان انت لازم تزوري اهلي طب واذا ما زورتش اهلك ينكد عليها طب وهي هي وهي عندها احساس عندها اختلاف عندك شويتين ثلاثة عندها بيئة هي جاية منها ولزاك حضرت النبي صلى الله سلم قال استوصب النساء خيرا والفت تجاه الاخر لو كنت امرا احلا ان يتزجد لي احد ان لا امرت المرأة ان تتزجد لزوجها هذا تعبير مجازي بالمناسبة معناه ايه معناه حاجة اسمها الطاعة الرشيدة الطاعة العاقلة الطاعة الحكيمة يبقى ايه اللي حاصل يبقى هنا فيه مسألتين مسألة ان احنا نراعي بشكل واضح ان احنا الناس مختلفين مش بس اختلاف الذكر والانساء لكن اختلاف كمان البيئات امرأة شرايح القاضي لما جات تتجوزه في اول ليلة لما بتدوا هي يعيشوا مع بعض قالت له على رسلك استنى ما شوية انا جاية من بيئة وانت جاية من بيئة فقول لي بتحب ايه وبتكره ايه شوف العقل وشوف ازاي بيعتبر الطرف الاخر اذا احنا محتاجين ننظر الى الطرف الاخر بيحبه ويكره ايه باول حاجة لو انت بتعتبر الطرف الاخر لازم تعرف بيحبه وبيكره ايه ليه طيب عشان اللي بيحبه تتجنب بقدر الامكان هو ده مقتضى الزواج هو ده مقتضى العشرة الحسنة ليس معنى العشرة الحسنة ان تكون العشرة الحسنة لي ولكن ان تكون العشرة الحسنة معا اه دي مش شيء مهم جدا في ناس كتيرة بيتجوزوا وهو مركز الجواز مركز الجواز يعني ايه؟ انا لابد ان انت تساعديني لابد ان انت تساعديني يعني ايه؟ تتخلي عن كل احلامك وتتخلي عن كل مشروعاتك في الحياة وانا اهم حاجة في حياتك وإلا يبقى انت مش بتحبيني وإلا يبقى انت مش حريصة على الاسرة دي انت لازم تتنازع عن كل شيء انت كنت مخططه في حياتك وانت دلوقتي اصبحت زوجي وابو العيال غير كده ما تفكرش لا فيه اصحاب ولا فيه اهل انا وبس انا واولادك وبس ده يحصل ايه بقى؟ مفيش اعتبار للطرف الاخر الطرف الاخر عبارة عن ايه؟ الطرف الاخر جملة من الحاجات اول حاجة في الطرف الاخر المعرفة السقافة تاني حاجة في الطرف الاخر حاجات مهمة جدا جدا في حيات الناس كمان في بعض المعرفة القدرات لازم اعتبر الطرف الاخر في القدرات في عدم اعتراف الطرف الاخر لما يوغي واحد لما الزوج يفضل يتكلم يتكلم يقولها اسكت اسكت انت ما تعرفيش اسكت اسكت انت ما تعرفيش اسكت انت سازجة انت سازجة وما عنديش ادراك للي بيحصل في الحياة وهي تقوله ايه؟ انت اصلا جاف ما بتحسش بكل الاحاسيس اللي انا عندي مفيش اعتبار مفيش اعتبار لان ده عنده قيم ان دي عنده مهارات مفيش الكلام ده عدم الاعتبار للطرف الاخر وعدم زي ما كده التعبيرات اللي بنشوفها انا مش موجود على الشاشة بتاعته انا مش هو مش شايفني هو بيتصرف كأنه عايش لوحده بيكون واضح قوي انخفاض للانسانية لما الانسان يحسل ان شرك حياته مش حاسس بي ان مش انسان فيقوله هو مش بيهتم بي هو مش بيهتم غير بنفسه بس هو مش شايف غير نفسه وهو مش شايف غير نفسه على الصواب دائما وهو يشوف هي اصلا مهاش غير اهلها واختها وصحباتها وهي مش مهتمة بي وراجل كتير بيرد على المسألة دي لما هي تقوله ده مش مهتمة بيها ويقوله زوجته امان انت عايزاني افكر ازاي يعني وكاينه بيقولها انت عايزاني افكر بس باللي انت عايزاه بس في الحقيقة هي تجوزته على اساس انه يحميها ويحتويها وجزء من ده انك تعتبرها عشان كده جزء من حياتك عشان كده كتير من الرجالة مش بيدرقوا مجرد عدم مش بيدرقوا الكلام وما بيبقواش فاهمين الكلام من اللي بتقوله الست يعني مثلا على سبيل المثال في رجالة كتير يقولوا شوية كلام كده وهم مش معتبرين مخاوف زوجته فتيجي الزوجة لما تيجي تطلب منه حاجة يقولها ايه حاضر ايه اللي حاصر حاضر دي معناها عند الست ان ايه ان الكلام ده تركنا على جامل او يقول لها مثلا وحاضر دي عند الست ليها مثلا سبع معاني هي حاضر عند الراجل ان انا هشوف ونفذ وقت ما استطيع لكن عند الست يعني ايه حاضر يعني انت بترقاد لي حاضر يعني انت مش مدرك انا بقول ايه فبتقول لي كلام بس عشان نعدل الموقف حاضر يعني ايه انا سمعتك وخلاص ما توجعيش دماغي سبع معاني عند المرأة لكلمة حاضر فانا وبكلم زوجتي انا لازم اعرف هي بتفكر في ايه لازم اراعي ان هي مختلفة الثقافة عني المسألة ما هي السهلة اعتبر الطرف الاخر من اهم المهارات اللي لازم يتربع عليها الناس حاضر التنبي صلى الله عليه شوفوا اعتبر الطرف الاخر ايه حاضر التنبي صلى الله عليه وسلم يقول للسيدة عائشة ايه اني لا اعلم متى تكون عني راضية ومتى تكون عني صاخطة اذا قلت لا ورب محمد كنت عني راضية اذا قلت لا ورب ابراهيم كنت عني صاخطة يبقى ازاي بقى نتعود على ان احنا نتمرس على هذه المهار في شوية خطوات أول حاجة لازم نتمهر في تفهم شريك الحياة يعني أتوهم معرفة شريك الحياة أول حاجة إن أنا أتفهمه يعني أعرفه أعرفه يعني إيه طول الوقت أنا أفهم وأحط نفسي مكانه أحط نفسي مكانه يعني إيه أعرف ده وفعه بيقول كده ليه تاني حاجة أنا محتاج كمان إن أنا مش بس أتفهمه الأول خالص لازم أفهمه هو لما يتكلم أفهمه زي ما هو أتكلم ليس زي ما أنا عايز لأن كتير من الناس يقول لها بس بس أنا عارفك أنت عايزة تقولي إيه هيتقوله خلاص هو دوة اللي أنت بتفهمه دايما وهم في الحقيقة ما فيهموش ما سمعوش فلازم أول خطوة إن أنا أسمع وأفهم أفهم كلام شريك حياتي زي ما هو قاله وإزاك السيدة عايشة لما فهمت إن حضرت النبي فهمها رح تقلت له والله لا أهجر إلا اسمك يا رسول الله ولازم تاني خطوة أتفهم يعني إيه أتفهم يعني أعرف دوافع شريك حياتي إيه اللي من خليه يقولي الكلام ده بعد كده إيه اللي حاصل بعد ما أفهم وأتفهم لازم يحصل إيه يحصل حالة من حالات ماذا حالة من حالات التعاطف أتعاطف مع إيه ما هذا المنطق اللي هو فيه يعني أحس بيه اللي هي بتقوله حس بيه هو بيقولها أحس بيه أنا بقول إيه لازم أتعود على ده ودي مهارات لازم نتعودها بعد كده عشان أقدر أعتبر شريك حياتي لازم آخر خطوة إن أنا أتعلم مهارة المشاركة والدعم والمساندة سواء كنت ست أو كنت راجل فلازم نفهم ده ده لو ما حصلش مش هنقدر نقول بأي شكل من أشكال إن إحنا بنعتبر شريك الحياة يبقى أفهم أتفهم أتعاطف أشارك وأساند يبقى دهوة إحنا محتاجين نتعلمه نحتاجين نتمهر عليه فيه دورات لده آه فيه دورات لده أنا شخصياً بيدرب على ده بيدرب إزاي الناس تعتبر شريك الحياة فيبقى هو والشخص بيتصرف عينه على شريك حياته إزاي هو يتعود إنه هو يعود مكان شريك حياته ويشوف الحاجة بعين شريك حياته طب وده يفيده بإيه يفيده بدل ما هو بيشوف أنا دايماً بقول لهم عدم اعتبار الشريك الحياة عارف الطلاق بيزداد ليه عشان إحنا عندنا نظرة أنا بسميها النظرة النظرة المصابة بالحول والنظرة المصابة بالإيه المصابة بالعوار النظرة العوراء ليه لإنه واحد شايف بعينه واحدة بس والجواز لازم نشوفه بعيننا إحنا الاتنين إذا ما شفناش الجواز بعيننا الاتنين أكيد مش هنشوف الصواب نعمل إيه بقى؟ عشان نقدر نعتبر شريك حياتنا لازم نعتبر أن السماع نوع من أنواع العبادة يبقى أول حاجة الاهتمام بسماع رأي شريك الحياة وبيان الموافقة عليه بشكل عالني دي مسألة تانية يعني أول حاجة أسمع شريك حياتي وأسمعه باحترام وأسمعه بتأدير ويا ري تلخص اللي هو بيقولهولي يعني بعد ما اسمعته أقوله والله أنت كنت أصدق أننا لابد أننا قبل ما نقوم بالأمر ده نبص في السوق فيه إيه عشان لما نشتري نشتري وإحنا مطمئنين كلامك عنده حق ولازم يتعود شريك الحياة أنه هو يسمع مني التأدير للي هو بيقوله سواء بيني وبينه أو في وسط الناس تخيل كده لما الزوجة تسمع أن زوجها بيقول لها أنت كلامك كان صح أنت كنت على الصواب فده شيء مهم جدا 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 يبقى عندنا أول حاجة أسمع شريك حياتي أعلن موافقته على الكلام ده وقت لما الكلام يكون صح بيني وبين شريك حياتي أو بيني وبين الناس وده وطيبقى حاجة في غير الروعة وآخر حاجة ياريت لما نيجي نتخذ قرار ما فيش مانع أن نحن نأخر القرار لغاية ما بعد الحوار محدش يتخذ قرارات بشكل فردي ولكن خلونا ناخد القرار بعد النقاش وبعد الحوار ولازم كل واحد فينا قبل ما نتخذ القرار يمدح فكرة حسنة ألهى شريك حياته عشان ندخل في قوله تعالى وقوله للناس حسنة بالثلاث حاجات دي ممكن أبداً شريك حياة ممكن دائماً شريك حياتي يراني أنا باعتبره وتقل الخلافات ويقل الوصول للتراكمات اللي بتوصلنا للطلاق يا رب دي ما علينا دايماً إن إحنا نكون مقدرين شركات حياتنا ومطيبين خواطرهم عشان نعيش في سعادة وهنا بعيد عن شبح الطلاق بعد الفاصل نلتقي عشان نجاوب على أسئلتكم المباركة فإلى الفاصل رجعنا لحضراتكم ومعانا صفحتنا على الفيسبوك صفحة برنامج ولا تعسروا اللي بنتلقى عليها أسئلتكم ومتلقى كمان عليها مقترحاتكم وتعليقاتكم اللي احنا بنتم بيها جداً وهي سبب من أسباب تطوير برنامجنا والخطوط الجديدة اللي احنا بنكلم فيها والمحاور الجديدة اللي احنا متمين بيها جداً جداً عشان تنمية المجتمع المصري ناخد أول اتصال من السيدة أمو محمد من الجيزة السيدة أمو أحمد من الجيزة زكية سيف الحمد لله بخير تفضلي فاني مرات عمي اتوفت تمام ضير حمد وتجوز واحدة غيرها هل عيالها ليهم ويرت ومعمتهم ليهم ورث بعد ما ماتت يعني دلوقتي مرات عمك اتوفت اتوفت الله يرحمها وبعدين تمام ماتت هل عيالها بيطلبوا بالورث بتاعهم بالورث بتاع مامتهم ليهم ورث بالورث بتاع مامتهم من مين من أبوهم طيب ما مش كانت زوجته ساعتها اه يبقى هي ورثت من زوجها تمام هو لو كان لئي أولاد اسمعيني طريق هو لو كان لئي أولاد فهي أخدت التوم والتوم لده بقى ورثها فهي لما تتوفى أولادها يورثوا في اللي ورسته ده خلاص ما كانت لسه عمي ورث تمام لكن هم دلوقتي بيطلبوا بورث مامتهم بورث مامتهم من مين من أبوهم بص يا ستي هو دلوقتي مي هل والدهم مات قبل والدتهم ولا لا لا هو لسه عايش لسه عايش دلوقتي بقى هي دلوقتي هي توفيت وهم أولادها فولادها يورسوها لو كان عندها مراس تمام أم الحضرية كنت بتسألي معليش أصلي في حاجة ما كانتش باينة حضرية بتقولي أن هي ورثة ورثة مين هي ورثة مين هم عايزين الورثة بتاحها من أبوهم من أبو مين أبوها اللي هو جوزها الأولاني يعني خلافة. فخلاص ما بقاش هي هي خلفت جزها في مراسها من جزها. فجزها الاولاني ده ليه اولادهم. فهي تورث منه التمن. فخلاص هيورث من زوجها الاولاني التمن. دهات اللي انا كنت فهمه. فايه اللي حاصل? ولادها بقى. المال ده بقى مالها هي توفيت. هيورثوا فيها. ما مناش دعوا بقى المال ده وتجابته من زوجها الاولاني او جابتها من زوجها التاني. خلاص المال ده دخل زمتها. فاذا هي توفيت خلاص ما بقيتش ملكة لهذا المال زال ملكوها عن هذا المال وانتقل لورثتها واضح الكلام؟ طيب معانا السيدة ومحمد من اليوبية؟ تفضلي يا فاند محمد؟ ايوة تفضلي يا فاند انا اه ما عليش سيدة محمد بس اه يعني اتمنى على حضرتك ان حضرتك تخيري مكانك عشان واضح ان الشبكة فيها مشكلة صعب كده حضرتك هو الصوت بيقطع بس حضرتك تماني كده انا سامح حضرتك كده تفضلي اه كنت صالما في رمضان فالتليفون معي في المطبخ فادا انا بحث بالتليفزيون ايه دا فانا افطأت على اذان التليفون فخرجت لقيت الادان لسه هي ايه دا في التليفزيون قلت يا من صحيح ولا عوضي انت ظنت ان المغرب مالو ظنت ان المغرب خرج اه اه ادنش ظنت ان المغرب ادن طب انت بعد ما ما خرجت كملت اكلك ولا خلاص امسكتي لا انا شريت في عصير في المطبخ على ادان التليفون خلاص وبعدين خرجت وبعدين خرجتي لقيت الادان لسه مدنش اه لقيت لسه يبقى يقول الله اه خلاص انت ما تعوضيش اليوم ده توصيامك صحيح نعم انا خايفة لا يكون كده سمن الصحيح لا او جاوبت على حضرتك لا انا جاوبت على حضرتك عشان دوت اصلا الحقناه ومسألة مسألة خلافية الا الحقناه بماذا بمن شرب او اكل الناسيا خلاص استاذة عفاف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام عليكم لو كاتو اه لو سمحت اه كنت عادة سأل حضرتك بس انا اتقدم لي واحد من من فترة والحمد لله يعني استخرت ربنا وتم الموضوع وتخطبنا وبعد كده تم كتب الكتاب هو بيعمل في بنك طيب وبنك خاص طيب في بعض الناس قالوا ان وظيفة البنك دي هتحرقهم ربنا يسامحهم يا رب اله يا ربنا يسامحهم فيعني انا للأسف يعني دخلني الشت بالنسبة انت اصلا عندك وسواسة او استاذ عفاف نعم انت اصلا عندك وسواس وهم جوا مزودوا الوسواس عليك للأسف لا هم هو بما انه بما انه يعني هو شخص كريم الحمد لله يعني وادة بعض من قريبي اداهم عادية يعني في العيد اللي فادة فبصت لقيت رد الفعل عدو ايه ده ايه كتر الفلوس دي هو بيغسل اموال يعني اهوزوا بالله اهوزوا بالله راجل بيشتري ودك يبقى بيغسل اموال بيغسل اموال عشان خمسين جنيه يعني 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 هو لما يجي يغسل اموال عيغسل خمسين جنيه اه اه استاذ عفاف ما عرفش والله انا لدرجة لدرجة انا يعني انا دخلني الشتك بالنسبة لكلام لاني طيب يا ست عفاف شغلة الراجل في البنك شغلة حلال ما فهاش مشكلة وماله اللي بيكتسب ومال حلال وكونه هو اكرم اولاد اختك او اكرم حد من عيلة حضرتك فدوت من قبيل الود دي كي انتي الراجل بيعمل كل الناس بيعملوا كده في الخطوبة وبيعملوا كده كمان هو عشان هو كتب الكتاب فعايز يبينلك اللي هو راجل مش بخيل تخليه بيغسل اموال لا اتقل الله سبحانه وتعالى وبطلي الشك ده وتبطلي الوسواس ده لان الوسواس ده لازم يوقف لازم يوقف ولازم تعرفي ايه سبب الوسواس ده وتمنعي تطنيش الوسواس ده وما تفكريش فيه مرة تانية مش معنى كده ان انت ما تتصليش لكن معنى كده ان انت تبطلي المشي وراء الوسواس ده لان المشي وراء الوسواس ده هتسع وممكن يزيكي كتير في حياتك معنا يا أستاذ محمود من الأقصر حالوه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اذا قد قتل عامر مع حضرتك محمود من دكتور عمر على رأسه يا أستاذ محمود ربنا يزيدك نور وبركاته أنا من دكتور عمر حضرتك أنا واستفع eye on the șiepät ربنا نشفيها أعمل إسitto العملية المبارح والحمد لله العملية. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. بعد اذنك يا شيخ عم. فضل. تحيات الاعداد وتليلزيون المصري. طيب. انا كنت قلت كلمة حلوين حضرتك قبل كده بنلبل الشوعة ده. طيب. جاتني رؤية يا وبشرة حضرتك. جاتني رؤية يا وبشرة حضرتك من سيابة الريز. انا من دول قطرات الخاصة وبحبه جدا جدا. جاتني رؤية يا وبشرة. انه جاء. انها بنت. انها بنت بالصدفة. وسلم على ايه وقعد يطبطب عليها. ان شاء الله. وان في زالس واحنا قادرين ان احنا ناخد حقهم. استاذ محمود. استاذ محمود احنا بالفعل ان شاء الله ماشيين في هذا الاتجاه. وان شاء الله ما فيش حق شهيد عندنا بيضيع. احنا عندنا جيش. لا يترك حق الشهيد لان هذا واجب شرع عليه. لان الله سبحانه وتعالى امرنا ان احنا نقتص من كل مجرم. بيحاول يهدد امن هذا البلد. وبيحاول ينال من دماء الناس. الحقيقة احنا مش بنعمل كده لان احنا بنتشفف حد. احنا بنعمل كده لان ربنا امرنا بده. ان احنا ندافع عنا. وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال. من مات دون عرضه فهو شهيد. والارض عرض. ومن مات دون ماله فهو شهيد. ونحن مندافع عن اقتصادنا. ومندافع عن اموالنا. الشهيد اللي بيستشهد على ارض المعركة. ده مش بيدفع عن ماله. هو بس. ده بيدفع عن اموال المسلمين. مش بيدفع عن عرضه. هو بس بيدفع عن اعراض المسلمين. ولذلك هو من ارقى الشهدات. ولذلك هو من اعلى الناس مكانة عند الله. فرب ربنا سبحانه تعالى يجعلهم دائما في علو وفي نور وفي بركة. وان شاء الله يكونوا الان مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. ينعمونا بجمال حضرة النبي. والنظر الى وجهه. والجلوس معه. ان شاء الله. فاصل. ونكمل معكم اسئلاتكم المباركة. ولذلك لأ ولد حضرتك ارجوكو. ما يمنعش الست حق كان مثيلاتها ياخدوه. يعني الست اللي في نفس مستواها الاجتماعي. اللي بتاخد صداء معين هي تاخد زيها. وما تظلموهاش. ما تظلموهاش عشان هي مضطرية ترجع عشان اولادها. ما تعملوش كده. وعملتوا كده وانقصتوها اه انتوا بتظلموها. تاخد حقها. رديت هي. قالت والله لأ ده انا زوجي دوت بالدنيا وانا مش عايزة حاجة. هي حرة. بس اما واني لها صداق. فالصداق ده من اعظم الاموال اللي بيتفعل انسان. فهي لازم تاخد حقها. امر التاني. ان حضيك بتقولي زوجي. طويل اللسان. وهو في صفات حلوة كتير. ايه اللي حاصل. دايما امدحيه بصفاته الحلو. لما تحس كده انه وايه يطول لسانه. قولي له ياه. ده ما شاء الله. انت ايه كرم اللي عندك ده كله ده. ايه طول البال اللي عندك ده. لما تمدحيه. ولما تسني على الصفات الحسنة اللي فيه. ايه اللي حاصل. الصفة الحسنة اللي فيه تزيح الصفة السيئة. فيحصل قوله وتعالى ايه? ان الحسنات يذهبن السيئات. لكن طول ما انت بتقولي له كده. انت لو تبس تتأثر رسانك شوية. انت لو تبطل طول اللسان. لانت حضرتك يقول تقولي طول اللسان ببساطة دلوقت. انا اخشى ان انت تكوني بتقولي له كده فوش. فهو يقولك ايه? انا طويل اللسان. طب اه هو هو يوعد يقولك الكلام ده. ولزيك لازم تكون يعونا له على نفسه الامارة بالسوء. فامدحي الصفات الحسنة اللي فيه. زي ما حضرت النبي صلى الله سلم كان بيعلمنا. وزي ما القرآن امرك ان انت تقولي للناس حسن. وقولوا للناس حسن. ويليله كلام. يبين الصفات الحسنة اللي فيه. هيقل مساوئه ان شاء الله. يا سيدة النهار دا اتكلمنا عن حاجة مهمة جدا من المنبئات ومسببات الطلاق. وهو عدم اعتبار شريك الحياة. وقلنا عشان الانسان يقدر يعتبر شريك حياته. لازم يتعود ان هو يسمعه. ويفهم اللي هو بيقوله. وقلنا كمان لازم يتعود ان هو يقدر كلامه بينه وبينه او في وسط الناس. ولازم كمان هو كل ما هو يتكلم. يمتن له ان هو قال فكرة كويسة. والفكرة الكويسة دي دايما يفتكرها له. لما هيعمل كده انا اظن ان مشاكل كتيرة بتحصل لدينا وتراكمات كتيرة بتحصل في قلوبنا هتزول. يا سادة اوعى تظن في لحظة من اللحظات ان اعتبارك لشريك حياتك هينقص من قدرك. بالعكس ده عايعل منزلتك في قلب شريك حياتك. ويخليه فعلا حاسس بان انت ستره وغطاه. لو عايز تملك قلب شريك حياتك اعتبره. وخليه دايما في مكانة في قلبك هو كمان عاي خليك في مكانة في قلبه وفي حياته. يا رب جعلنا دايما من الناس اللي بيقدروا شركاء حياتهم عشان يأخذوا بايديهم ويخرجوا احسن ما فيهم. اكرمنا يا رب وجعلنا من اهل اللطف ومن اهل الجمال ومن اهل الود ومن اهل الرحمة يا كريم يا ودود يا ارحم الراحمون. اشتركوا في القناة